الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أحبابنا الأكارم وصلنا عند الدرس التاني من الوحدة التالتة اللي هو اسمه المشتقة التانية المشتقة التانية والسرعة المتجهة السرعة المتجهة والتسارة تمام المشتقة التانية طيب يعني من اسم الدرس مبين من اسم الدرس مبين انه احنا كنا ناخد المشتقة الاولى بدنا ناخد المشتقة التانية يعني نشتق كمان مر اشتق اول مرة بعدين كأنه سؤال جديد اشتق تاني مرة. شو رايك نشوف الامثلة عشان نفهم زي ما احنا متعودين. يلا تفضل. احكوا بسم الله. جاهزين جاهزين يا استاذ. مشتقة تانية مشتقة تانية يا استاذ. مثال واحد مثال واحد. السؤال بيحكي لك جد المشتقة جد المشتقة التانية. تمام. جد المشتقة التانية. المشتقة التانية يعني اشتق مرتين. حاضر. ماشي. احنا كنا نشتقة مرة واحدة. هنشتقة مرتين. شو علينا? طيب. الاف اكس لما تشتق الاف اكس هتصير عندك اف فتحة الاكس. اللي هي تساوي. اكس قوة خمسة نزل القوة. زحلقها ونقصها. خمسة اكس. قوة اربعة. طيب. برضو ناقص. زحلق القوة. اربع. اربعة في واحد. اربعة. على اتنين هتصير اتنين. اكس. نقص القوة. هتصير تلات. طب صين اكس يا استاذ. الصين يا حبيبي. الصين اكس بتصير كوسين. كوسين اكس بدون ما تعكس اشارتها. ها. ابقى اشتقيت الاولى. اشتقيت التانية. اشتقيت التالت. هاي اسمها المشتقة الاول. هاي. هاي اللي طلعت اسمها. هاي اللي طلعت الفتحة. اسمها المشتقة. المشتقة الاولى. ها هي اسمها المشتقة الاولى. طيب لما اشتقها مرة تانية صار اسمها المشتقة تاني. فاف فتحة هيصير اسمها اف فتحتين لاكس. واف فتحتين لاكس هيك صار اسمها المشتقة. المشتقة التانية. هاي هي المشتقة التانية يا استاذ. هاي هي المشتقة التانية. تمام? يبقى هتشتقي كمان مرة بس. الله بعينك. يلا. خمسة اكس قوة اربعة. زحلة القوة. خمسة باربعة. عشرين اكس وتلاتة. ماقص. تلاتة باتنين ستة اكس تربيع. معروف ان الكوساين بتصير صاين. ولا تنسى تعكس الاشارة. حاضر مش حنس. خليها سالب. والكوساين تصير صاين. صاين اكس. ازن هاي اللي طلعت اسمها المشتقة التانية. المشتقة التانية. كيف يا استاذ جبت المشتقة التانية? اشتقيت اول مرة. وبعدين اشتقيت تاني مرة صارت المشتقة التانية. بس. خلاص. هاي خلاص السؤال. هادا جديد المشتقة التانية. شو رايكم? مسأل او لا صعب? مسأل. صح? في مشكلة? لا. الله مصرع سنمها. ننجل. البعدي. هات اللي بعدي. طيب. مسأل. سهل جديد. هات اللي بعدي. بده المشتقة التانية. المشتقة التانية اول المشتقة الاولى اف اكس. هتصير اف. فتح على الاكس. هاي المشتقة الاولى. تساوي. لين اكس. احنا كيف بنشتقة اللين? مشتقة ما داخل اللين. اللي جوه اللين اكس. مشتقة الاكس واحد. على نفسه. على اكس. قاعدة اللين. مشتقة ما داخل اللين. على تحت. ونحط نفسه. زائد. طيب. اي اوس اكس. احنا متفقين ان اي اوس اكس بتضلها اي اوس اكس. خلاص. اي اوس اكس هي اي اوس اكس. هاي المشتقة الاولى. يبقى هيك يا استاذ انت جبت المشتقة الاولى. كمان مرة. حاضر. اف فتح الاكس. تصير اف فتحتين لل اكس. تساوي. طيب. بسطوا مقام. بسطوا مقام. المقام نحط له تربيع. اكس تربيع. اللي فوق عدد. بما انه عدد. هعكس اشارته. هيصير سالب واحد. في مشتقة المقام. مشتقة الاكس واحد. زائد. اي اوس اكس. هتضلها زي ما هي اي اوس اكس. ما بتتغير اي اوس اكس. يبقى هاي مشتقة قسمة. المقام بنعطيها ديته تربيع. بما ان هذا عدد. بنعكس اشارته. ضربه مشتقة المقام. يعني يا استاذ. نقدر نخليها كالتالي. سالب واحد بواحد. سالب واحد. على اكس. تربيع. وهون زائد. زائد اي اوس اكس. بنقدر يا استاذ. اه طبعا. عادي. طب سؤال. هل بنقدر نخليها اي اوس اكس. ماقس واحد على اكس تربيع يا استاذ. ها بنقدر. طب انت شو عملته هون. انا كان بس الموجة بورا. والسالب لقدام. جبت الموجة بلقدام. والسالب هذا خليته لورا. هاي الحركات. حركات دوائر. حركات دوائر. يعني اسئلة ضع دائر. حركات دوائر. طب استاذ انا لو جاني السؤال حل. لوين حل. لهون بس. لهون. لخطوة المشتقة التانية بس. يبقى هاي المشتقة الولا. وهي المشتقة التانية. طب والحركات اللي تحت هاي. هاي حركات الترتيب. هاي من باب الترتيب. ومن باب الدوائر. ومن باب الدوائر. يعني لو حل بحلة هون باخد علامة كابلة مية بالمية. تعال هاي رقم اثنين. اه بل لك اتحقق من فهمي على السؤالين اللي فاتوا هدو. ماشي يا سيدي. شو بدك اتحقق من فهمي? برضو بده المشتقة التاني. اه شو بده? اش انت طلعت المشتقة التانية هات المشتقة التانية هون. ماشي. المشتقة التانية. اف اكس المشتقة الاولى هصير اسمها اف فتح على الاكس. هتساوي. هنشتقق اول مرة. اكس قوة اربعة. اربعة اكس. تكعيب. ناقص. تلاتة اكس تربيع. ستة اكس. هاي اسمها المشتقة الاولى. طب المشتقة التانية اشتقل لك كمان مرة. حاضر. اف فتح تين للاكس. هتساوي. تلاتة باربعة. هتصير اتناش اكس. وتربيع. ناقص. ستة اكس. طبعا مشتقتها ايش بس? ستة. مشتقتها ستة. هاي واحدة. في كمان واحدة. هاي فرع بي. اف اكس يساوي اتنين على اكس تكعيب. شوفوا يا جماعة. خدوا مني النصيحة هاي. احنا بدنا نشتق مرتين. بدنا نشتق مرتين. طيب. قبل ما تشتق شو تعمل? تمسك ال اف اكس هاي. واذا كانت هاي اكس تكعيب. اطلعها لفوق. جنب الاتنين. بس تصير اتنين اكس قوة ايش? سالب ثلاثة. هاد قبل الاشتقاق. هاد قبل الاشتقاق. تمام? طب يا استاذ ممكن نشتقها قاعدة القسمة? ممكن. بس شوف الطريقة هاي وبعدين هعمل لكم طريقة القسمة. يبقى ازا بدك تشتق مرتين. ازا بدنا نشتق مرتين. ازا بدنا نشتق مرتين. اول اشي يمسك ال اكس تكعيب هاي. يحطها جنب الاتنين. بعدين اشتق اول مرة. اف اكس هتصير اف فتحة للاكس. طيب. سالب تلاتة باتنين هتصير سالب ستة اكس قوة سالب سالب اربعة. احنا هكينا السالب بنزيده. طيب اشتق مرة تانية. اف فتحتين للاكس. هتساوي. سالب اربعة بسالب ستة سالب بسالب موجب. اربعة بستة. اربعة وعشرين. اكس. قوة هتصير سالب خمسة. بعدين رتبها. شو ارتب فيها يا استاذ. زبط الاربعة هاي بس. شو ارتب فيها يا استاذ. ما انت شايف اكس قوة سالب خمسة هاي. القس سالب. نزلها في المقام. يعني خليلي اياه هيك. اربعة وعشرين. زي ما هي الاربعة وعشرين. واكس السالب خمسة. لما تنزلها لتحت. هتصير اكس قوة خمس. خلاص. يبقى. هون طلعها لفوق. اشتق مرتين ورد نزلها لتحت. طلعها لفوق. اشتق مرتين ورد نزلها لتحت. طب. استاذ لو عملناها قاعدة القسمة. بيصير. هايها قاعدة القسمة. اكتب لكم اياه هون. اف اكس. هاي. حال تاني. اف اكس. معطيني اياها اتنين على اكس. اكس تكعيب. ها. ممكن تشتقى عطول. كيف? اف فتحة للاكس. ركز معي. اف فتحة للاكس. تساوي. المقام. ما انتو عارفين. ما اعطيها دايما نحط له تربيب. طب ما هي تلاتة. او ضرب التلاتة هاي باتنين. بتصير ستة. فوق عدد. اعكس اشارته. سالي باتنين. في ايش? في مشتقة المقام. اكس تكعيب. مشتقتها تلاتة. اكس. تربيع. طيب. انتبه عليها الان. في هون يا استاذ. اكس تربيع. وهون اكس قوة ستة. هتشيل الاكس تربيع هاي. ومن الستة اتنين. يصير عندك اربعة. يعني صارت. صارت. اف فتحة للاكس. ها. بعد الاختصار. سالب اتنين بتلاتة. سالب ستة. على. اكس قوة اربعة. ها. اكس قوة ايش? اربعة. هاي المشتقة المقام. اشتقيت واختصرت. اشتقيت واختصرت. طب المشتقة التانية. قسمة برضو. اف. فتحتين للاكس. ما هي برضو قسمة يا استاذ. المقام. المقام. اللي هو اكس قوة اربعة. لما تحط له تربيع. بيصير اكس. هتضرب الاربعة في اتنين. هتصير تمانية. اللي فوق. عدد. سالب ستة. اعكس اشارته بصير ستة. في مشتقة المقام. اكس قوة اربعة. اربعة. اكس. تكعيب. طب يا استاذ. صار عندي فوق. في اكس تكعيب. وتحت اكس قوة تمانية. شيل التكعيب التلاتة هدول. وشيل من التمانية تلاتة. يرجع وخمس. يعني صار عندي الجواب النهائي. يساوي. ستة باربعة. اربعة وعشرين. على. اكس قوة خمس. اكس قوة ايش. اكس قوة خمس. يبقى هاي. هاي طريقة ايش. طريقة. طريقة تانية. قسمة. ورجيتكو الطريقة الاولانية. انوء اعجبتكو. هيقول له هاي. ما فيش حكر على الفكر. حل بالطريقة اللي بتريحك. حل بالطريقة اللي بتريحك. انا مش حكي لك حل بهاي او حل بهاي. هاي طريقة. وهاي ايش. وهاي. وهاي طريقة. يبقى هون. القطوة الاولانية. نمسك اكس تكعيب. رفع. نرفعها لفوق. نغير اشارة القس. بعدين نشتق. مرتين. يبقى هاي رقم واحد. رفع. بعدين اتنين. نشتق مرتين. وبعدين من رد. ايش. نرتبها. ننزلها. تحت. هاي رقم ثلاثة. ازا كان القس ايش. القس سال. هون شو بنعمل. بنشتق. نشتق. ونختصر. نشتق. ونختصر. وبعدين نشتق. برضو ايش. ونختصر. ماشي. يبقى هاي واحد. وهاي اتنين. هاي طريقة. وهاي طريقة. وكل واحد يحل على الطريقة اللي بيشوفها اريح الو. او انه اسهل الو. تمام. ماشي يا استاذ. طيب يا استاذ. هات. او صلنا عندي شغلة اسمها. السرعة والتصارع. اللي هي الحركة على خط مستقيم. مثال. مثال اتنين. خليكم معي عشان نكمل الكلام. الله مصلي على سيدنا محمد. هاينا بنكمل يا جماعة. اه. شو حكينا احنا عنا. في اشي عنا اسمه السرعة والتصارع. ومكتوب لك الحركة على خط مستقيم. انتبهوا معي الان. في عندي ثلاث اشياء. اش هما. اش هما يا استاذ. في اشي اسمه اس. واس هاد بسميه الموقع. طبعا الاس معناها اس تي ها. عشان تكونوا عارفين. اس يعني اس تي. طيب. لما بشتق الاس. لما بشتق الاس يا جماعة. الاس بشتقها. بصير اسمها. بيصير اسمها لما تشتقها. يا سيد العزيز. الاس بيصير اسمها. اسمها في. ايوة. يبقى الاس بيصير اسمها في. في برضو. برضو في تي. يعني مش هنغير الكلام. طب شو يعني ال vi يا استاذ. ال vi هاي اسمها السرعة. السرعة. او السرعة المتجهة. السرعة. ماشي السرعة. خلاص. السرعة. طيب. وال vi نفسها. لما نشتقها. اوه اوه. ال vi كمان بنشتقها. اه يا استاذ. ال vi بنشتقها. بيصير اسمها. ها? ليش بيصر اسمها الفي يا استاذ? بصر اسمها ايه? والاي برضو اسمها ايتي. طب الايه شو هي يا استاذ? الايه بنحكي عنها التصارع. طيب والايه لأ? خلاص. خلاص بكفي يا عمي وياه. خلاص هيك. هادا كل الموضوع تبعنا. هادا كل الموضوع تبعنا. تمام? هادا يا جماعة هو كل الموضوع تبعنا. الله يرضعنا. خلاص. هادا كل الموضوع تبعنا. اذا صار اس في ايه. اس في ايه. اس الموقع في السرعة ايه. التصارع. اس في ايه. اس في ايه. ها? اس في ايه. اس بتصر في. ال في بتصر ايه. وكله تيه. موقع سرعة تصارع. موقع سرعة تصارع. تعالي نشوف السؤال. فهمت القصة. بيحكي لي هون في السؤال يمثل الاقتران S T هايو S T ها وكتيب لي هون T أكبر من أوساو صفر دايماً T اللي هي الزمن الزمن بيكون أكبر من أوساو صفر مفيش زمن بالسالب مفيش زمن بالسالب طيب معطيك S T اكتب ال S T ها اكتب ال S T عندك هايو يا سيد S T هذا اللي احنا كنا بنحكي عنه لس اللي هو يساوي ايش S T T تكعيب ماشي T تكعيب الت هون بدل ال X يعني لما نيجي نشطاق ناقص 4 T تربيع زائد 5 T 5 5 T حلو موقع جسم يتحرك في مصار مستقيم حيث S الموقع بالأمطار أمطار غيوم من نجدخل و T الزمن بالثواني ثواني صواني من نجدخل برضه ما سرعات الجسم السرعة بده ما سرعات الجسم بده السرعة الآن بده السرعة السرعة يعني طالب مين السرعة معناته يا أستاذ طالب خلينا نرجع الآن السرعة يعني طالب V بده V طب تمام بشتق الـ S لما هتشتقها هتصر V VT 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 اللي هي السرعة ماشي يبقى S نشتقها تصر VT S اللي هو الموقع طبعا احنا متفقين نشتق يصر سرعة طب اشتق T تكعيب 3 T تربيع ناقص 4 T تربيع 8 8 T زائد 5 T خمس خلاص هي هاي جبتلك السرعة ما السرعة يعني طالب V ما السرعة يعني طالب V يا جماعة كلمة ما السرعة ما السرعة يعني بده V بده نطلع له V طلعتلك V طب شو هاي عندما تيساو اتنين عندما تيساو اتنين عارفين انتو كلمة عندما مرت معناه كتير كلمة عندما عندما تيساو اتنين معناها عوض T بتنين عوض T بتنين عوض طيب اطمان. طيب. بتصير عندك V. التي هتصير اتنين. هتساوي. اتنين تربيع اربعة. اربعة في تلاتة اتناش. ناقص. تمانية باتنين. تمانية باتنين ستاش. زائد خمس. يساوي. في عندك هون موجة بخمسة. وهون اتناش. خمسة و اتناش سبعتاش ناقص ستاش. يطلع الجواب ايش? يطلع الجواب واحد. خلاص. هاي طلع الجواب ايش? طلع الجواب واحد. يبقى حبايبي. ما السرعة? السرعة يعني بده في. لما نشتق الاس بتعطينا في. يبقى لما نشتق الاس يبقى الاس شو بنعمل? نشتق. عشان تعطينا في. نشتق تعطينا في. وبعدين نعوض نعوض التي باتنين. التي عوضناها باتنين. ليش عوضت التي باتنين? لانه حكي لي عندما تي يساوي تي يساوي اتنين. طيب. نيجي برضو احنا على نفس السؤال. بحكي لك. في اي اتجاه يتحرك الجسم عندما تي يساوي اتنين? في اي اتجاه. كلمة في اي اتجاه? في اي اتجاه? عوض في السرعة. وشوف اشارة الناتج. عوض في السرعة. وشوف اشارة الناتج. وشوف ايش? اشارة الناتج بحكي. وشوف اشارة الناتج. طيب يا استاذ. وشوف اشارة الناس. الناتج. اشارة الناتج. ازا كانت الاشارة موجبة ولا الاشارة ما لها سالبة. طيب. وبعدين. ازا كانت الاشارة موجبة. معنات الجسم يتحرك. صبتها. ها. يتحرك. يتحرك. في الاتجاه. حسب الاشارة بتكتب الموجب. طب ازا كانت اشارة الناتج سالبة. يتحرك. في الاتجاه السالب. تمام هيك? يبقى لما يحكي لك في اي اتجاه. كلمة في اي اتجاه. شو تعمل انت? عوض في السرعة. وشوف اشارة الناتج. عوض في السرعة. وشوف اشارة الناتج. عوض في السرعة. وين هي السرعة يا استاذ? السرعة هي. في تي. اكتب لي اياه هون الله يرضى عنك. في تي. بتساوي تلاتة تي تربيع. تلاتة تي. تربيع. ناقص تمانية تي. زائد زائد خمسة. ها. عوض في السرعة. يبقى كلمة في اي اتجاه. في اي اتجاه. حبايبي في اي اتجاه. اول من نسبة كلمة في اي اتجاه. بسألك في اي اتجاه. اللي بيحدد الاتجاه السرعة. عوض في السرعة. عوض مين? معطيك تي ساوي اتنين. طب احنا عوضناها قبل هيك يا استاذ. عوضناها قبل هيك. اللي هي اتنين فيه اتنين. ها. عوضناها قبل هيك يا استاذ فيه اتنين. طلع الجواب مع ايش? طلع الجواب واحد. طيب. الجواب موجب. الجواب الناتج. موجب. معالاته بتكتب له هيك. اذا الجسم يتحرك في الاتجاه الموجب. خلاص? تمام يا جماعة? تمام يا استاذ. مفهومة هاي. يبقى في اي اتجاه يتحرك الجسم? هاي. بتعوض في السرعة. عوضنا الجواب. احنا كنا معوضين اصلا جواب واحد. الناتج موجب. اذا الجسم يتحرك في الاتجاه الموجب. الناتج موجب. الجسم يتحرك في الاتجاه الموجب. طيب. خلصنا من الموضوع حقا. كلها ملاحظات. بحكي لي جد قيم T التي يكون عندها الجسم في حالة في حالة سكون. حالة سكون هاي جديد. كلمة حالة سكون. حالة سكون. كلمة حالة سكون. جيب السرعة وسويها بصفر. هات السرعة. هات السرعة. اللي هي V. و صفرها. ما انتو عرفت شو يعني كلمة صفر؟ صفرها. ايش يعني صفرها؟ ساويها بالصفر. هذا معنى كلمة في حالة سكون كمان. يبقى في حالة سكون. في حالة سكون معناها هذا الكلام يا سيد العزيز. هذا معنى كلمة في حالة سكون. هات السرعة. وين السرعة؟ السرعة هاي هاي أستاذ. وين هي السرعة؟ هاي اللي هي 3T تربيع. 3T تربيع. هات السرعة. 3T تربيع. ماقص 8T زائد 5. وإيش؟ ويعطول سويها بصفر. سويها بصفر. تمام. يبقى شو معنى جد قيمتي التي يكون عندها الجسم في حالة سكون. كلمة في حالة سكون. شو يعني سكون؟ سكون يعني سكون واقف. حسنا أنت لما تكون راكفة سيارة. لما تكون السيارة ماشية. لما تطلع على عداد عدم مؤشر السرعة. مش بيعطيك مثلا السرعة ستين سبعين تمانين مية مية وعشرين. اللي هو. لما توقف السرعة على إشارة حمرة. تطلع على عداد السرعة. بيكون رايح وين؟ رايح على الصفر. إلى إن السيارة في حالة سكون. واقفة. فكلمة سكون يعني السرعة. السرعة بتساوي صفر. السرعة بتساوي صفر. هايها. هايها. جيبتها السرعة. هايها السرعة تساوي مين? تساوي صفر. طيب وبعدين الان هو بده جد قيم تي. بده قيم تي. فبيدنا نحلل هاي. حلل. آآآآآ فاكرين هاي كيف كنا نحللها؟ فاكرين هاي كيف كنا نحللها؟ مين فاكر؟ آي يا أستاذ، هاي اسمها يا أستاذ عبارة تربيعية عبارة تربيعية، كيف عرفت إنها عبارة تربيعية؟ عشان فيها تي تربيع، وفيها تي، وفيها عدد، ماشي؟ هاد عبارة تربيعية، ماشي، عرفنا إنهاي عبارة تربيعية وهاي عبارة تربيعية يا أستاذ، ما لها زنخة زنخة؟ ليش زنخة؟ زنخة لأنو التي تربيع معها عدد وطريقتها كيف؟ افتكروا معي كيف طريقتها، افتكروا معي كيف طريقتها يا جماع، هروح أسويها على على جنب هناك، ها ثلاثة تي تربيع، أسولكوا إياها على جنب، ثلاثة تي تربيع، ثلاثة عفواً، ثلاثة تي تربيع، ماقص تمانية تي زائد خمسة، اللي فاكر هاي كيف كنا نسويه؟ سولكوا إياها، وذكركوا فيها طبعاً على جنب، الخطوة الأولانية بتمسك التلاتة، التلاتة هاي بتضربها مع الخمسة هاي، ها، ها بيصير تي تربيع، ماقص تمانية تي زائد تلاتة بخمسة خمستاشة، تمام، هاي بطل في عدد مع تي تربيع، حلل هسا، بتحلل كيف بحلل؟ عادي، تحليل عبارة تربعية، حكينا تحليل عبارة تربعية، التي تربيع هتصير عندك هون تي، وعندك هون تي، الإشارة الأولى دايماً بتنزل زي ما هي، وإذا الإشارتين مختلفات، بنحطه هون سالب، بدنا عددين نضربهم يعطونا خمستاش، ولما نجمعهم يعطونا تمانية، تمانية بدون الإشارة اللي جنبيه، شو في عددين نضربهم يعطونا خمستاش، خمسة بتلاتة خمستاش، طب لما نجمع خمسة بتلاتة ها، خمسة ضرب تلاتة، خمسة بتلاتة خمستاش، لما نجمعهم بعطونا تمانية، آه، طب إذا خمسة وتلاتة صح، بتحط العدد الكبير احترام الكبير أولاً، خمسة بتلاتة، هاي حللنا، يبقى ضربنا التلات، وحللنا، بنرجع نقسم التلاتة كما مرة، إذا بنحط هون خمسة على تلاتة، ومنحط هون تلاتة على تلاتة، طيب، بصير عندي تي ناقص، هل الخمسة والتلاتة بيختصروا إشي مع بعض؟ لا ما بيختصروا، بتخلي الخمسة هون، وبترجع التلاتة عند التي، لأنهم ما بيختصروا إشي مع بعض نهائية، طيب هون تي ناقص تلاتة على تلاتة، تلاتة على تلاتة واحد، يبقى هذا هو التحليل، تلاتة تي ناقص خمسة، تحليل هاي، تلاتة تي ناقص خمسة، في ايش؟ في تي ناقص واحد، في تي ناقص واحد، يساوي صفر، طبعاً بنفرج بين اللي اتنين هدول هيك، باخد هاي لحالها تلاتة تي، باخد هاي لحالها تلاتة تي ناقص خمسة، وال، ما لها ناقص هيك شطحة، لا كله بشطح قاعد، كله بتنمرض، تلاتة تي ناقص خمسة لحالها بتساوي صفر، أو تي ناقص واحد لحالها بيستوصف، هاي سهلة يا أستاذ، إنجل الناقص واحد هذا هناك، بصير عندك تي تساوي واحد، إنجل الناقص خمسة، بصير عندك تلاتة تي تساوي خمسة، قسم على المعامل اللي هو على ثلاث، على ثلاث، يطلع عندك تي تساوي خمسة على خمسة على ثلاث، هاي طلعنا الآن قيم تي اللي بدو إياه، تي تساوي واحد، وتي تساوي خمسة على خمسة على ثلاث، خلص، خلص هيك السؤال يا جماعة الخير، يبقى تاني الجزء هاد، ما معنى حالة سكون؟ حالة سكون، سكون يعني واقف، السيارة واقف على الإشارة، يعني السرعة صفر، فجبنا السرعة، وسويناها بصفر، هاي عبارة تربعية، كيف يا أستاذ بتعرف إنها عبارة تربعية؟ عشان فيها تي، فيها تي تربيع، تي تربيع مع عدد يعني عادي، وفيها تي معها عدد برضو، وفيها عدد لحالة، ها تي تربيع وتي وعدد، بس زنخ، ليش زنخة؟ عشان في عدد مع تي تربيع، كيف بنسويها، بنسويها هاي؟ بنروح هناك ثلاثة تي تربيع نقصة من تي زائد خمسة، بنروح على جنب، أول إشي بضرب الثلاثة مع الخمسة، هاي الخطوة الأولانية، هاي، بعدين حلل، هاي الخطوة الثانية، بعدين برضياش الخطوة الثالثة قسم رقم ثلاثة، قسم على ثلاثة مرة تانية، قسم على الثلاثة، يبقى واحد أضرب، اثنين حلل، ثلاثة بترضي تقسم على عدد اللي ضربت أول خطوة، بتكتب هادول هنا، بتفرق بيناتهم، هاي بتصير لحالها هون، وهاي بتصير لحالها هون، طبعا السالب، السالب واحد، لما ننقلوا هناك، بصير واحد، السالب خمسة، لما ننقلها هناك، بتصير خمسة، والثلاثة تعتبر معامل، بنقسم على المعامل، نراجع السؤال كلياته، نراجع السؤال كلياته، ما في أي إشكالية، الموضوع كلياته إنه إحنا شغلين SVA، 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 ها، علموها SVA، صفا والمروة، صفا والمروة، بس هاي SVA، صفا والمروة، ماشي، صفا والمروة، ماشي. S T تكعيب نقص أربعة ت تربية زيتها عشان شيوخي يعني بنحكي الصفا والمروة يعني. ماشي. المهم بيحكي لي ما السرعة؟ السرعة يعني بيدو في. هاي S تشتقها بتصير في. عندما تيس أو اتنين يعني يعوض بعد ما تجيبها عوض. طيب في أي اتجاه يتحرك الجسم؟ لما يحكي لك في أي اتجاه اللي بيحدد الاتجاه السرعة. عوض في السرعة وشوف إشارة الناتج. إذا كانت إشارة الناتج موجبة تحكي له يتحرك في الاتجاه الموجب. إذا كانت إشارة السرعة سالبة إشارة الناتج سالبة يتحرك في الاتجاه إيش؟ السالب. هاي. هاي السرعة. وفي اتنين عوضنا. احنا كنا معوضينها أصلا هي واحد. هي نفسها. هي في اتنين. هي نفسها إيش؟ هاي هاي. نفسها في اتنين. هاي. في اتنين سوا واحد. الجواب موجب. معناته الجسم يتحرك في الاتجاه الموجب. طب ماشي. عرفناها هاي. جد قيمتي التي يكون عندها الجسم في حالة سكون معنى شو معنى الجسم في حالة سكون معنى الجسم في حالة سكون يعني الفي تمسك الفي وتسويها بصفر ها مسكنا الفي سوناها بصفر حللنا وطلعنا قيم ايش طلعنا قيم قيمتي ماشي يا جماعة ملخص السؤالات اتفاهم السؤال مية بالمية حبايبي الله يرضى عنكم ركزوا مليح ها درس سهل وحلو بس بده تركيز نكمل ناخد كمان اسئلة بعدك